ستشهد مدينة مندو حضرة إقليم لوجون الغربي بناء ملعب رياضي حديث بمواصفات عالمية بعد تقديم العطاءات لعدة من الشركات العاملة في مجال البناء حيث تم تمويل هذا المشروع من قبل الفيدرالية الرياضية الفيفا تقرير عباس أباكر مصطفى بعد تقديم عطاءات عمل وعرضها للقطاعات المتقدمة لبناء ملعب رياضي لكلة القدم بمواصفات حديثة وعالمية بالنجيلة الاصطناعية لمالعب بلدية مندو حضرة الإقليم وتم إطلاق العرض في الخامس عشر من شهر مايو لعام 2017 واختتم تقديم عوراق وملفات العطاءات بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي للفيدرالية الشادية لكلة القدم والأندية وأن بناء ملعب رياضي بمثل هذه المواصفات الراقية تساعد الشباب في ترقية وتطوير مهاراتهم الإبداعية والفنية وغرس في نفسهم روح التنافس في الألعاب الرياضية وعن تسيير الأعمال وتقديم الخدمات بالملعب الرياضي الجديد فقد أوضها الأمين العام للفيدرالية الشادية لكلة القدم والأندية فقام قد كيف ت Ready for Back to Go فقامها مربو 50 مهم فقام هو فقالها ويذكر بأن مسؤولي الفيدرالية قاموا بدراسة المسيح الكامل وعرض الخطة لبناء الملعب بالنجيلة الاصطناعية وسيتم وضع الهجر الاساسي لبناء الملعب في اقرب وقت ممكن مشاهدي الفضائية تشادية هذا كل ما لدينا من اخبار دمت انفرعة الله وحفظه وتصبحون على الفخير